موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في الحلقة الماضية بدأت الحديث عن موضوع مهم بدأ ينتشر مؤخرا أو انتشر انتشارا واسعا بين الشباب السوريين في تركيا وربما في غيرها من البلدان وهو موضوع أو طريقة التسويق الشبكي قلت ان كثيرين سألوني عنها رابهم يعني الاسلوب الذي تدار به هذه العملية لم يطمئنوا اليها فاحبوا ان يتوثقوا منها انا قلت لن استطيع ان اوضح الجواب بشكل شاف تماما الا بعد التقديم له ببعض المقدمات قدمت له بثلاث مقدمات المقدمة الاولى كانت مقدمة من عالم او من علم الاقتصاد والثانية من علم او من عالم الرياضيات والثالثة مقدمة كانت مقدمة شرعية الاولى فرقت فيها بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي الاقتصاد الجزئي الذي يبحث السلوك الاقتصادي على مستوى الفرد والمؤسسة والمنشأة الاقتصادية والاقتصاد الكلي الذي يبحث حركة الاقتصاد على مستوى البلد كله في المقدمة الثانية فرقت أيضا بين نوعين من المتسلسلات الرياضية التي يعرف بها علم الرياضيات المتسلسلة الحسابية التي يزيد كل حد أو رقم فيها عما قبله بفاصل ثابت أو برقم ثابت والمتتالية الهندسية التي يزداد كل حد عما قبله بالضرب في عدد ثابت يعني يضرب بعدد ثابت فيزداد أو يتصاعد أو ينمو نموا أسيا أو يتحلل تحللا أسيا كما قلت والمقدمة الثالثة كانت من الشرع من الفقهنا الإسلامي وتحدثت فيها عن أن أصل البيوع أو المعاملات المالية أو العقود أنه الأصل فيها الحل والإباحة إلا إذا قام دليل على حرمتها وذكرت أن التحريم يكون إما بأن يدخل الغرار والضرر على المعاملات الأصلية المباحة أو الحرمة تكون في أصل بعض المعاملات المالية التي يعم ضررها وإن خصت منفعتها ببعض الناس ومن أمثلتها الكبيرة التي نعرفها جميعا الآن تعالوا نحاكم التسويق الشبكي في ضوء هذه المقدمات أو المعلومات التي حصلنا عليها آنفا هل يتعلق هذا التسويق بالأفراد حصرا أو بالمنشأة المؤسسة أو الشركة التي أطلقت هذا المشروع أم أنه يمس الاقتصاد العام للبلد كله الجواب نتعرف عليه من استعمال الأدوات التي تعرفنا عليها بالمقدمة الرياضية وهي المتسلسلات الحسابية والهندسية الآن ما هي هذه الطريقة؟ ما هو التسويق الشبكي؟ يقولون تأتي هذه الشركة أو المنشأة تعرض مجموعة منتجات أقلام ساعات عطور أشياء أخرى حلي مثلا تعرض بعض المنتجات تقول إذا اشتريت أنت يا أيها المستهلك إذا اشتريت أحد هذه الأصناف ودفعت ثمنه يصبح من حقك أن تصبح أن تشارك في عملية التسويق التي نديرها تصبح أنت مسوقا لمنتجاتنا نشترط عليك أن تأتي بمشترين آخرين مثلا أن تأتي باثنين إذا جئت باثنين يشتري كل منهما هذه السلعة سوف تعطى أو يصل إليك جزء من قيمتها جزء يعني عمولة ممكن أن نقول عمولة أو سمسرة أو جعل أو جعالة من قيمتها مقابل سعيك بإقناع آخرين بشرائها الآن أنت جئت باثنين هل انتهت علاقتك بهذه الشركة أو انتهى ما تحصله من ربح منها تقول لك لا لم ينتهي أنا أعيدك بأكثر من ذلك هذان الاثنان إذا استطاع كل واحد منهما أن يأتي بعميلين جديدين يشتري كل منهما هذه السلعة فسوف يأتيهما جزء من ربحها ويأتيك أنت أيضا جزء من الربح إذن هذه العملية واللادى لا تنتهي سوف تستمر أنت بالحصول على الفوائد وعلى المزايا والأرباح طالما استمرت هذه السلسلة بالتنامي والتوالد ماذا يحصل؟ الذي يحصل هو الانتقال من عملية بيع بين طرفين إلى عملية بيع متولدة لكنها لا تنتقل من واحد إلى واحد يعني لا تزيد الواحد يعني يصبح اثنين والاثنين يصبحان ثلاثة والثلاثة وأربعة لا ليست متتالية حسابية وأنما هي متتالية هندسية الواحد يصبح اثنين الاثنين كل واحد منهما يأتي باثنين أيضا فالاثنان يصيران أربعة لأربعة كل واحد يأتي باثنين صاروا ثمانية الثمانية كل واحد يأتي باثنين وهكذا ينمو العدد المشترين أو عدد العملاء لهذه الشركة نموا أسيا النمو الأسي هذا كما أشرت سابقا هو نموا مفزع أو مرعب لأنه يزداد بطريقة خارجة عن السيطرة سوف أتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله كيف ينمو عدد العملاء نموا أسيا على طريقة مربعات الشطرنج التي تحدثنا عنها في بداية الحديث عن التسويق الشبكي العميل الواحد يأتي باثنين صار الاثنان أربعة صار هو وهما معا ثلاثة الاثنان يأتيان بأربعتين صاروا مع الثلاثة سبعة لنقل ثمانية للتسهيل هؤلاء يأتون بثمانية صاروا ستة عشر الثمانية يأتون بستة عشر صاروا اثنين وثلاثين إذن يتضاعف كله مستوى عن الذي قبله بمعنى أننا نولد أو نصنع هرما مقلوبا هرما يزداد اتساعا كل من تقلنا من قاعدته إلى قمته هل تصدقون أننا يمكن أن نغطي سكان سوريا كلهم جميعا بهذه العملية بعدد محدود من النقلات بعدد محدود من الانتقالات من الطبقات كم طبقة تتوقعون حتى نغطي سكان سوريا كلهم في سوريا الآن بضعة وعشرون مليونا من الناس نستطيع أن نصل إليهم باثنين وعشرين نقلة يعني لو أن واحدا كان رشيطا بالتسويق ونقل هذه الفكرة إلى غيره إلى اثنين والاثنان كل واحد منهما نقلها إلى اثنين آخرين باثنين وعشرين نقلة فقط نصل إلى نحو ثلاثين مليون إنسان باثنين وعشرين نقلة لا يصدق أنتم تجدون هذا بعيدا عن التصديق لكن هذه هي طبيعة النمو الأسي بذلك قلت أنه مرعب النمو الأسي هذه طبيعته يعني نجد أن الزيادة بالبداية تكون الزيادة قليلة لا ينتبه إليها لكنها مع الوقت تصبح زيادة خرافية مرعبة إذن نحن لا نتعامل مع ظاهرة فردية محدودة مما يختص به الاقتصاد الجزئي لكننا نتعامل مع قضية من قضايا اقتصاد الأمة اقتصاد البلد اقتصاد المجموع عندما نصل إلى ملايين عندما تصل هذه الشركة أو هذه المنشأة التي تطرح هذا النوع من العمل التجاري أو من التسويق التجاري عندما تصل إلى ملايين الناس تصبح قادرة على أن تؤثر إيجابا أو سلبا سلبا غالبا باقتصاد الأمة باقتصاد البلد كله هذا العمل هذا النمو لا بد أن ينهار لا يمكن أن يستمر بالنمو إلى الأبد يعني أنتم تلاحظون نحن نتحدث عن هرم معكوس بدأنا بواحد انتقلنا وصلنا إلى ملايين ملايين لا يمكن أن تحمل قاعدة الهرم الهشة لا تحمل هذا العدد الهائل من الناس لا يمكن أن تخدمهم لذلك تأتي لحظة حتمية وأتت دائما في أمثال هذه التجارب في الماضي جاءت هذه اللحظة دائما اللحظة التي ينهار فيها هذا البناء كله ماذا يحصل عندما ننتقل مثلا من أربعة ملايين إلى ثمانية ملايين أنا نتحدث الآن عن انتقالات كبرى يعني بالانتقال أنتوا فكروا الآن من واحد أو من اثنين اثنين اربعة ثمانية ستة عشر اثنان وثلاثون اربعة وستون لنقل ستون مثلا مائة وعشرون مائة وخمسون خمسمائة وصلنا إلى ألف بخمسة عشر انتقالا بكم عشرة انتقالات إلى ألف نعم ألفان أربعة ثمانية ستة عشر اثنان وثلاثون أربعة وستون مائة وثمانية وعشرون مائة وستة وخمسون خمسمائة وكذا مليون وصلنا له وصلنا إلى المليون بعشرين نقلة بعدين صار عنا مليونين أربعة ملايين ثمانية ستة عشر وصلنا بالنقلة الثالثة والعشرين الثالثة والعشرين وليس الثانية والعشرين إلى 16 مليون شخص إذن كل نقلة عن نقلة فيها ملايين عندما تقف ينهار هذا الهرام بين مثلا مليون ومليونين أو مليونين وأربعة ملايين الأربعة ملايين هؤلاء خاسرون خسروا كل ما دفعوا الذين قبلهم لم يسترجعوا رأس المال استرجعوا جزء قليل جدا من رأس المال لأنهم يحصلون مثلا على 10% 5% من الربح هم يعني طمعهم أو أغراهم بالدخول في هذه المتسلسلة أنهم سيولدون الربح مع الانتقال من طبقة إلى طبقة فبعد طبقة أو طبقتين لا يسترجع الواحد منهم إلا جزء ضئيل من المال ربما 10% أو 12% لا أكثر إذن عندما ينهار هذا البناء لو انهار على مستوى مليون أو مليونين شخص المليون الثاني أو المليونين الأخيرين لن يسترجعوا شيئا من مالهم المليون وثمانمائة ألف الذي قبله سيسترجع نصف عشر ما دفعه وهكذا نجد أن الذي استرجع ماله جزء ضئيل جدا جدا من هؤلاء الملايين وأما الباقون فلم يربح منهم أحد خسروا إما مالهم كله أو جلة أو أكثر طب أين ذهب هذا المال؟ ذهب إلى جيوب الذين أطلقوا هذه الشركة أو هذا العمل الذين أطلقوا هذا العمل وأقنعوا به عامة الناس عامة الناس هنا صاروا ضحايا لهذا التسويق الذي يسمى تسويقا شبكيا وليس كذلك نفرق بين التسويق الحلال والحرام التسويق الشبكي الحلال الذي يفيد الجماعة ولا يضرها أن يأتي المنتج صاحب المصنع يقول أنا عندي منتجات هذه الطاولة مثلا أو آلة التصوير التي تصوروني والتي تشاهدوني الآن عبرها يقول أنا عندي كاميرات آلة التصوير عندي طاولات عندي قمصان أنا أبيع هذا المنتج كمن أعانني وساعدني بتسويقه أعطيه عمولة على ما يبيع فقط انتهى أنا بعت طاولة أو خمس طاولات أخذ العمولة عليها أو الجعل أو الجعالة وهي مشروعة ما عليها كلام يعني مقبولة مشروعة لأنها سعاية مقابل الجهد والتعب لكن بعد أن أصل إلى الزبون ويشتري انقاطعة علاقتي بالمصنع أو بالبائع ما تتولد هذه العلاقة هذه سعاية صحيحة وهذا تسويق شبكي صحيح يعني أن تسويق الجماعة يعتمد على أفراد كثيرين في المجتمع ليساعدوه هذا المنتج أو البائع أو المصنع ليساعدوه بإيصال سلعته إلى الناس هذا تسويق شبكي صحيح وأما الذي وصفناه آنفاً والذي يخدعون به الناس والذي انتشر الآن بين الشباب هذا ليس تسويقاً شبكياً إنما هو تسويق هرمي وهو نوع من أنواع الميسر هو نوع من أنواع الميسر قطعاً لأنه يعني الميسر بأفصد تعريفاته هو العمل أو المعاملات التي تولد ضرراً على كثير من الناس ونفعاً لبعض الناس وهذا هو ما يحصل بهذه يعني مثل طريقة بطاقات اليا نصيب التي يشتريها مثلاً مليون شخص يربح منهم واحد أو عشرة يربحون يسترجعون ربما عشر ما دفعه المليون من الناس والباقي يذهب إلى جيوب منظمي هذا اليا نصيب هذا حرام هذا حرام لأنه يفقر الجماعة ويثري بعض أفرادها المستغلين لأنه يؤذي اقتصاد الجماعة لأنه يمكن أن يدمر الاقتصاد الكل الاقتصاد الذي تقوم عليه الأمة لأنه يعطل العمل المنتج لا يقول أحد أنه يشتري سلع ويبيع سلعاً صحيحة أو سلعاً مقومة هذه السلع إنما هي غطاء هي فقط غطاء يغطي به هذا التاجر أو صاحب المنشأة الغشاش الذي يبيعنا الأوهام يغطي بها خدعة هذه ليست سلعة حقيقية يعني هي في ظاهرها سلعة لكن نحن لا نشتري يعني أنت اسأل نفسك اسأل استفتي قلبك وأن أفتاك الناس لا تسمع مني اسمع من قلبك هل دفعك إلى شراء هذه السلعة دفعتك إليها حاجتك أم دفعك إليها طمعك في أن تربح من ورائها ربحاً لا ينتهي الحقيقة كل الذين يشترون هذه السلع إنما يشترونها ربحاً فهي هم لا يشترون سلعتان هم يشترون ربحاً يعني يشترون مالاً والمال الذي يشتري المال ربا المال إذا اشتري بمال فهو ربا يعني من أيما وجهين نظرنا إلى هذه المعاملة وجدنا فيها حرمة في أصلها أو ضرراً وغرراً يعودوا على مجموع المشاركين فيها فيدعونا إلى تحريمها أختم بما ذكره الإمام العظيم الشاطبي في الموافقات يقول إن الأصل في المعاملات صحيح أنه الإباحة والحل لكننا نقرأ أو نجد بالاستقراء أن الشارع دورها على المصلحة على مصلحة الجماعة على مصلحة الأمة فإذا وجدنا أن المعاملة التي تعود بالضرر على الجماعة إذا وجدنا أن هذه المعاملة تعود بالضرر فإن التحريم فيها يصبح لازماً بلا جدال فإذا النتيجة التي نصل إليها أن هذه العملية التي يسمونها تسويقاً شبكياً الصورة التي تعرض وتمارس وتروج أنها غير جائزة لا شرعاً ولا مصلحة للفرد والأمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة